يخود منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي بيتوريا اليوم ميرانه الرئيسية في كودزيفوار استعدادا لمواجهة موزنبيق الأحد المقبل في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها كودزيفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى 11 من فبراير المقبل ومن المنتظر أن يستقر بيتوريا على التشكيل الأقرب للمباراة الافتتاحية للفراعنة في للا تدريبات اليوم كما ينوي وضع الخطة التي من المنتظر أن يخوض بها اللقاء لتحقيق انطلاقة في البطولة ويسعى بيتوريا إلى إعادة منتخب مصر مجددا لمنصة التتويج بلقب أمم إفريقيا بعد غياب 14 عاما وإضافة النجمة الثامنة إلى دولاب بطولات الفراعنة عبر التاريخ